إزاي أربي إبني الولد على فهم الآخر لأنه إحنا بنفتقد ده أو بنفتقر ده يعني في فقر في الحتة دي ممكن إزاي خلي إبني عنده وعي بشخصية الجنس الآخر يعني مبدئيا في عندنا عائلة من العلمات تربية اسمه هكسري بيقول كلمة رطيفة جدا يقول لأعطيني أمهات خيرا أمهات اليوم أضمن لكم عالما خيرا من عالمنا أكيد مش الأم هي المسؤولة وكان راحت بسيها لها تأثير كبير جدا مبدئيا أول نقطة تخلي الأم تقدر تخلي الولد يفهم شخصية المرأة بشكل جيد أن يكون عندها تقدير للأب أو تقدير للزوج تقدير للزوج نفسه كأنها بتبدأ من العلاقة ما بين المزرع فيها سمات الراجل ودلوقتي إحنا اتربنا بشكل سوي أو طلعنا بشكل سوي ليه كان فيه ماما تقول لك بابا لما يجي أخذ رأيه مش عارف إيه طب استنى ما يجي بابا يعني نقطة دي بتفرق جدا جدا لدي سمات الزكورة إن بابا ليه تأثير بابا ليه الأهمية بابا مش غايب على فكرة على قد ما احنا معظم للكتب النفسية اتكلمت عن دور الأم ولكن الملاحظة الإكلانيكية في العيادات بتوضح أن دور الأب دوت أهم بكتير جدا 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 من دور الأم العالم يحتاج إلى أم دي حقيقة ليه بقى؟ لأن دور الأب هنا اللي مفتقد دوت لو هو غايب له تأثير لو هو حاضر بشكل سلبي له تأثير لو هو حاضر بشكل إيجابي له تأثير فالأم لو عملت عملية تهميش لدور الأب فده أول حاجة أو أول رسالة بقى بغوطة للطفل بشكل خفي حبيبي الرجالة ملهاش لازمة فأنا كده بقى أعمل جزء منه بخلي فينا عن نوع المنافسة كأنه بتدي له مساج إن فيه منافسة بين الأب والأم أو بين الرجل والست والحياة ما هيش منافسة الحياة هي تكامل فدي أول نقطة أنهم تكون بتأكد على دور الأب وعلى أهمية دور الأب وإن يكون بينهم البعض فيه اتفاق على نفس طريقة المعاملة جميلة قوي نقطة كذي؟ نمرة اتنين إنها تدي فهم صحيح للمرأة فهم صحيح للمرأة إزاي يعني إيه؟ يعني لازم أكون زرع برضو في ابني وأدي له فكرة إنه نموذج جيد للمرأة أنا أنا كأوب يعني مهتم بالزبط حلوة أمم أمم بنفسي كويس واخد بالي من بيتي عارف أعمل إيه النقطة المهتمة بالتفاصيل الحاجات المعينة مفردش عليه زوئي كماما أقول له لا دي بتاعت بنات دي بتاعت أعمل 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 تنميذ جنسي على فكرة بدايات المثلية أو الطراب الهوية الجنسية كمان لما بيحصل نفس الحاجتين دول جزء كبير منهم حصل تنميذ جنسي غلط ماما هي اللي سيطرة على كل حاجة بابا متجاهل أو مركون على جنب أو أي حاجة من الحاجات دي كلها دي بدايات الأم لازم يكون عندها مرونة كافية في الحتة دي وتتعلم الولد واحدة واحدة أهم صفات الأم وهي تكون نفسها أو نعم صفات الأنسة وهي نفسها تكون أنثة حقيقية مش بعد ما خلاص اتجوزنا وخلفنا فإحنا ننسينا أن إحنا أنثة مش أم هي أنثة وأم وزوجة وابنة فالحاجات دي كلها تحط فيها صفات الأنسة ما ينفعش يكون ماما واخد دور بابا أصلا بابا متجاهل الدور لا حتى لو بابا بيحاول ينسحب من الدور لازم يحطه ده عشان رب يبني تربيه سوي يعني خليه يكون موجود معنا على طول مش قاعده جنبي في البيت بس يعلي صورته موجودة حتى لو هو مش موجود معنا في البيت بالجسد على الآل لأ بابا موجود لأ في حد كده يزعل لأ مش هينفع بابا ما يتضايق منك على الفكرة لما بيجي ممكن أقوله أنا مش أرز نهدد الولد أو نخوفه بالعكس هي صورة الأب اللي ممكن تكون لها سلطة ولها أهمية ولها دور كبير قوي اللي ممكن الأم من غير ما تاخد بالها تهمشها لو عندها مشاكل مع الأب فدي نقطة ثالثة لو في بينهم الاتنين مع بعض أب و أم أو زوج و زوجة مشاكل ياريت يحلوها وما يدخلوش الولايات طرف فيها فيها أوقات كتيرة للأسف هي من غير ما تاخد بالها تقولك احنا خدنا أعمل الرجالة جواجة على القلب أو هي الستات مش عارف هي بتحب الحاجات دي أو 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 إلى آخر هزا مفاهيم خطئة عن الجنس فعندي مفهوم تزرع في الولد أن الستات دي رجالة وحشين الستات ضحايا و الستات مش عارف إيه أكون بنبه ابني ده و عنده تعرض للسوشال ميديا بأي شكل بالأشكال أو تعرض لليوتيوب أو الأفلام أو غيره في نقطة معينة مش عايزة أكون بالنسبة لها موديل يعني في حاجات ما ندفعش كون مثلا الستات دي هي الموديل بتاعك أو أنت عايز النموذج ده أو أنت حابب ده أكون صديقة لابني من الطفولة وأبدأ أحط مفاهيم سليمة نفسية وروحية واجتماعية ناحية المرأة شكرا